موسيقى تماشيا مع السياسة الجزائري بضرورة الانفتاح والاطلاع على التطورات الاخيرة الحاصلة في الاقتصاد الاخضر وابرز تجربتها في هذا المجال شاركت سبع هيئات ومؤسسات اقتصادية جزائرية مختصة في مجال الطاقة والتدوير في صالون الدولي للاقتصاد الاخضر والدائري ايكموندو الذي ينظم بمدينة ريميني الايطالية تندرج هذه الزيارة مستوى هذا المعرض الدولي وهذا من اجل تبادل الخبارات مع الشركات العالمية والرائدة في هذا المجال كون الجزائر ايضا تملك مقاومات لا بأس بها علمية وكذا تجهيزات بدقة عالية التي يمكن استغلالها فيما يخص اجراء هذه التحاليل وكذا اجراء الخبارات العلمية استهدف النشاط هنا في هذا الصالون لشاركات دولية خاصة مع شركاء الحوض البحر الابيض المتوسط وهذا من اجل تفتح المركز في مجال البحر العلمي والتقني مع شركاء الحوض البحر المتوسط وحتى شركاء الأفريق الطبعة السادسة والعشرون لمعرض ايكموندو التي جاءت تحت شعار نظم الانتقال الايكولوجي عرفت مشاركة الوفد الجزائري في عدة لقاءات ثنائية البيتوبي مع نظرائهم من الايطاليين والدوليين بهدف تعزيز التعاون واكتساب الخبارات فيما تعلق بالاقتصاد الأخضر والدائري نحن جد سعداء بمشاركة الوفد الجزائري في المعرض لعدة أسباب أولها أن إيطاليا لديها علاقات مميزة مع الجزائر في مجال الطاقة ثانيا ايكموندو معرض يعمل على تعزيز العلاقات بين الدول المتوسطية وهذا جد مهم لتقوية الشراكة مع المؤسسات الجزائرية أنا جد مهتم بهذا المعرض الذي يضم معظم الدول المتوسطية خاصة الجزائر نظرا لحجم العلاقات المتينة والمتميزة مع إيطاليا هذا المعرض يعتبر فرصة لتوحيد الجهود التقنية في مجال الطاقة بين الجزائري وإيطاليا والدول الأوروبية وزير البيئة وأمن الطاقة الإيطالي جيربيرتو بيكيتو وخلال افتتاح الرسمي للمعرض ثمن جودة العلاقات الجزائرية الإيطالية معتبرا أن الجزائر تمثل شركا مميزا لإيطاليا لسيما في مجال الطاقة الجزائر تعد من الشركاء المميزين لإيطاليا حيث تجمع البلدين علاقات ممتازة تجسدها مختلف أشكال التعاون بين الحكومتين الجزائرية والإيطالية والشراكة الاقتصادية والاتفاقيات المتعلقة بالغاز الطبيعي صالونو إيكموندو الذي يمتد إلى العاشر من نوفمبر الجاري عرف مشاركة قياسية فوق 1500 شركة ناشطة في مجال الاقتصاد الأخضر والتي تمثل 30 بلدا ستتخلاله أكثر من 230 ندوة للحديث عن أفضل الممارسات في الاقتصاد الدائري ترجمة نانسي قنقر